شكرا لكل من واسان في مصابنا وشعار رفعه عنصر اتحاد العاصمة لرد جميل كل من تضامن معهم في فقدان صفيان وسيف الدين العائلة حضرت والاجواء كانت مؤثرة هي صور عشناها قبل المباراة الكبيرة التي انتظرناها بشغف بين اتحاد العاصمة وشبيبة قسنطينا الشباب من دون هزمة في 22 مباراة لكن الشاب الصاعد والواعد شتال اراد ان يضع حدا لكل هذا فسجل الهدف الاول بعد الاطلاق القوية في محور دفاع الشباب مفتتحا باب التشجيل شاب واعد يضافل القائمة الطويلة في فريق اتحاد العاصمة بدءا بشافعي فرحات فريوي وشتال والبقية الموجة الجديدة في الاتحاد هكذا فعله شتال انطلق وببرودة عصب كبيرة يفتتح باب التشجيل الاتحاد اراد ان يقتل المباراة منذ البداية لكن كرة اندريا خرجت الى الركنية زرداب حاول بعد ذلك ان يعيد التوازن للشباب ولكن هذه المخالفة لم تستغل بكيفية جميلة كرة اخرى وفرص اتيحت لشباب قسنطينة لكن الفعالية غابت الى غاية هذه اللحظة والدقيقة الثالث والاربعين اين تمكن الهدف بولم دايس من مفاجأة ومباغثة دفاع اتحاد العاصمة معدلا النتيجة فرحة كبيرة لجمهور الشباب الذي تنقل كالعادة بقوة مع فريقه هدف اخلط حسابات فريق اتحاد العاصمة قول وفعالية كبيرة عند بولم دايس في المرحلة الثانية تغيرت المعطيات وطغت الحسابات على الاداء الاستعراضي وقلت الفرص سيدريك كان رجل المرحلة الثانية بتصديه لكرة بولم دايس بقوة العديد من الكرات الساخنة من جانب فريق اتحاد العاصمة فرحة كالعادة كان سما قاتلا على رواق الايمن لكن زيايا الذي لا زال يطارده النحس ضيع في مناسبتين ما لا يضيع زيايا بحاجة ربما الى هدف حتى يتحرر كل هذا حدث تحت انظار الناخب الوطني وحيد الذي لم يستمتع بهدف ثالث لا من جانب الاتحاد ولا من جانب الشباب لان الامور انتهت بتعادل ايجابي رغم سعود شافعي ورغم المحاولات الاخيرة للاتحاد ورأسية اندريا لتنتهي المباراة كما قلت بتعادل منطقي تعادل يجعل الشباب يبقى من دونازمة في 23 مباراة كارزيتو كان يطمح ربما الى انتصار ولكن كوربيس تأثر بهذا التعادل من كان يستحق الفوز لم يفز اعتقد اننا كنا نستحق الفوز كان ينقصنا التركيز في منطقة العمليات ربما ايضا غياب سوغار جديات خوالد وكودري لست اخلق الاعدار لكن هذه هي حقيقة الامر في المجموعة التي لدي هناك 15 لاعبا ينقصهم التحذير لكن اذا تركونا نعمل ويصبر علينا اعتقد اننا سنحضر فريقا قوي النهاية شهر ديسمبر ومرحلة العودة